بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيي كل من يستمع إلي في هذا الشرح والاستعراض للعبة لطالما حلم بها المكفوفون كثيرا لعبة لذيذة ورائعة جدا اللعبة هي لعبة الأونو لعبة الأونو أخيرا لعبة الأونو على الآيفون الآن متوفرة للمكفوفين مخصصة للمكفوفين طبعا مرت علينا اللعبة هذه ممكن على الكمبيوتر في الـ RS Games وغيرها لكن الآن متوفرة لعبة للآيفون ومجانية أخيرا لعبة أونو أو وايلد كارد هنشوف اللعبة الآن سوا ونسترض ونشوف إشي اللي موجود فيها بلايند فولد وايلد كارد اسم اللعبة بلايند فولد وايلد كارد هنشوف اللعبة الآن سوا ونستعرض إشي اللي موجود فيها باختصار أول ما هنخش على اللعبة هنلقى هنلقى دعاية دعاية عن دعاية لألعاب لنفس المطور ألعاب لنفس المطور موجودة هنا ونلقى زر اللي هو اسكيب نضغط عليه إذا نريد نزل أي لعبة من الألعاب هذه ننزلها أو نضغط على اسكيب على طول والألعاب هذه اللي عاملين عنها الدعاية إن شاء الله هنشرحها في شروحات أخرى بإذن الله تعالى الآن دخلنا على اللعبة إحنا في القائمة الرئيسية الآن أول ما هندخل على اللعبة هنلقى البلاي جيم إبدأ اللعب زر وعندنا الكورن سكورز النقاط معدل نقاطك في اللعبة طيب وعندنا ريسيت سكورز اللي هو تعمل إعادة تعيين أو تصفير للعبة تشيل كل النقاط اللي موجودة سواء أنت كسبتها أو خسرتها ترجع تعيد اللعبة من أول وجديد كأنها صفر 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 يعني كأنك ما عملت أي شيء في اللعبة وطبعا هذه بعض الأحيان أنت هتحتاج تعمل ريسيت تجي تعمل بلاي جيم يقول لك لازم تعمل ريسيت أوكي عشان تصفر اللعبة وترجع تخش من أول وجديد زي اللي تعمل تجديد للعبة وعندنا الهيلب المساعدة وحيكون فيه شرح كتابي ولكن مطول وحناخذ إحنا الشرح بالتفصيل الآن تطبيقي عملي عندنا السيتينجز الإعدادات وعندنا باي ستارتر باك الباي ستارتر باك هذا الشراء هو مسموح لك في اللعبة الآن أنك تلعب جيم واحد في اليوم فقط كل يوم هتلعب جيم كل 24 ساعة هتلعب جيم واحد تبغى تلعب أكثر من جيم يعني لو ضغطنا على بلاي جيم بعد الجيم الأول إش اللي حيصير حيطلر لك رسالة تنبيه حيقول لك سوري يعني ما عليش أنه ما حتقدر تلعب اليوم إما أنك تجي تلعب غدا أو اشتري من تحت من هنا اللي هو باي ستارتر باك حتخش وحتشتري على أساس أنه الشراء هذا حيفتح لك حاجات كثيرة أول حاجة حتصير تلعب في أي وقت يعني ما يحدك على لعبة واحدة في اليوم وثاني شي حيفتح لك بعض الخصائص والميزات الموجودة في الإعدادات ما تفتح ولا تقدر تتعدل في يعني ما تقدر تعدل فيها إلا عن طريق الشراء إذن طبعا تقدر تلعب الآن طبيعي كل يوم تلعب لك جيم وفي نفس الوقت فيه إعدادات معينة تقدر تغيرها بدون الشراء لكن فيه إعدادات ما رح تقدر تغيرها إلا بالشراء حنخش على السكين الإعدادات بشكل سريع بشكل سريع بس عرض سريع كده نشوف إشي اللي موجود يقول طريقة الفوز كيف تفوز هذا طبعا شرح كتابي ومطول وممل شوية إحنا هنشوف إشي الوضع بالضبط الآن سواء تطبيق عملي طيب بعدها طيب يقول لك السبيكر لللعبة هنا السبيكر اللي هو ناطق اللعبة كيف تبغاه تبغاه سلو تبغاه ميديم ناطق اللعبة تبغاه سريع أو بطيء الناطق اللي يتحدث في اللعبة السبيكر الناطق اللي يتكلم في اللعبة اللي معلق تبغاه سلو ولا ميديم ولا فاست ولا فيري فاست يقول له سلو طبعا كل واحد يقدر يختار اللي هو يبقى سلو خلينا الصوت هذا اللي هو صوت الموسيقى تقدر تعمل صوت الموسيقى كما تشاء لو ضغطنا عليه الآن عندنا ميوزيك صوفت ميوزيك ميديوم ميوزيك ميديوم والكوايت اللي هو بدون أي موسيقى خلينا بدون موسيقى إذن هذه الإعدادين تقدر تغيرها بدون الشراء دون الحاجة إلى الشراء اللي هو صوت ناطق اللعبة وصوت الموسيقى طيب الآن الآن حطينا الأول سلو والثاني كوايت طبعا كل واحد يقدر يحط اللي على مزاجه ما في مشكلة وهذه الإعدادين هتغيرها دون الحاجة إلى الشراء من داخل اللعبة طيب بعدها يش عندنا طريقة السحب من الطاولة ومحطوطة هي على الأون تلقائيا طبعا لا تغيرها وخليها زي ما هي على الأون طيب كيف تأخذ من الطاولة وطرقة عندنا هنا تارجت سكور أنا حطة هنا الآن خمسمية هي طبعا في خمسين ومئة وميتين وخمسين وخمسمية وتكون هي تكون هي في البداية يعني تلقائيا محطوطة على إيش على المية لكن الأفضل أنك تخليها من خمسمية هذه اللي هي معدل النقاط اللي تسمح لك أنك تفوز يعني أنا والشخص اللي أمامي قاعدين نلعب أنا أخذ ثمانية وستين نقطة بعدين هو أخذ ثنين وسبعين نقطة بعدين أنا أخذ أربع وشرين نقطة بعدين هو يأخذ اللي هيوصل للمية أول هو اللي حيفوز فأفضل لما تحطه على الخمسمية التارجت هنا نحطه على الخمسمية على أساس أنه تطول في اللعبة يصير اللي هيوصل للخمسمية خمسمية بوينت هو اللي حيفوز طيب إذن هو بتلقائيا حيكون على المية الأفضل لما تحطه على الخمسمية عساس حتى لو أنك بتلعب جيم واحد في اليوم بس يكون جيم طويل شوية تقدر تلعب كما تشاء الى انتو اللي يصل احد فيكم الاشخاص الى الخمسميةة بوينتز هو اللي يكون فائز اذا التاركت سكور اللي هو العدد النقاط الاعلى في اللعبة من كم تبغون الفوز الفوز من كم مزبوط طيب هذا اللي هو ترتيب الورق في اللعبة انت طبعا تقدر تعدل الورق في اللعبة بالسحب باصبعين على الاسفل وحنشوف هذا كذا سوى الان في داخل اللعبة لكن هنا لو عملت شراء خاصية هذه تفتح لك هي الان تماتيك لي اوف حتصير تماتيك ترتب الورق يعني الورق بدل ما يكون ازرق احمر اصفر ازرق اخضر ازرق احمر لا حيترتب وحيصير الازرق الحال والاحمر الحال والاخضر الحال والاصفر الحال كل شيء حيكون لوحده ومرتب لكن انا اتوقع انها ميزة مش ولابد يعني ما تستاهل صراحة الشراء الشراء اذا الواحد بيشتري يشتري اساس اللعبة نفسها اللي هي انه يصير يلعب في اي وقت ولكن تفتح لك الميزة هذه اصلا مع الشراء عشان تترتب الورق تلقائيا طيب الديفيكالتي هذه برضو من ميزات الشراء يعني ما راح تفتح ورا راح تقدر تغيرها الا لما تشتري الشراء هو شراء واحد هو اللي شفناه هناك في القائمة الرئيسية هو نفسه اللي يفتح هذه الميزات كلها هو شراء واحد تشتري مرة واحدة وخلاص هو يفتح كل هالميزات وتصير تلعب في اي وقت ما في مشكلة طبعا الديفيكالتي فيه المستويات اللي هي الايزي والنوربل والهارد بس ما راح تقدر تغيرها الا لما تعمل شراء طيب عندنا الساكنز هنا يقول لك الثواني قبل اللعبة يعني الان سحبت ورقة تبغى تلعبها تبغى ينتظرك كم ثانية عشان تلعبها في كانت هي اصلا اساسا تلقائيا محطوطة على الخمس ثواني تقدر تعدلها تخليها خمس ثواني او عشر ثواني او خمسة عشر ثانية افضل شي انا حطتها الخمسة عشر ثانية عساس يكون عندي مجال للتفكير قبل اللعب اساس لا يروح علي الدور او يلعب تلقائيا حطيت انا خمسة عشر ثانية هذه في حالة السحب اذا سحبت من السحب الخارجي ورقة وكانت هي موجودة برضو على الارض فكم تبغى عدد الثواني اللي يستنىك فيها انا حطيتها خمسة عشر ثانية وهذه طبعا ما تحتاج للشراء هذه تقدر تعدلها من خمس ثواني الى عشرة او الى خمسة عشر ثانية على كيفك او تقدر تخليها زي ما هي خمس ثواني عندنا النبر يعني عدد اللاعبين هنا عدد اللاعبين طبعا now is ask يقول لك عدد اللاعبين السؤال دائما يعني اول ما تخش على اللعبة دائما يسألك يقول لك تبغى تلعب ضد واحد او ضد اثنين او ضد ثلاثة انت الرابع يعني ايش عدد اللاعبين اللي تبغى تلعب معهم طبعا في حالة الشراء تقدر تخليها توماتيك تقدر تخليها دائما مع واحد او دائما مع ثلاثة اي وقت تخش اللعبة يسألك على طول توماتيك يروح هو على ثلاثة وتقدر تخليها ask اي وقت تخش اللعبة يسألك فورا انت تبغى تلعب مع واحد او مع ثلاثة بس هذه ما تتغيرل عن طريق الشراء طبعا وعادي حتى لو سألك قبل اللعبة يعني انا اشوف انها ما مهب ميزة ميزة طيب هنا اسماء اللاعبين اللاعب الاول باب واللاعب الثاني دان واللاعب الثالث ماريال طيب هذول اللاعبة تقدر طبعا تغير اسماءهم وكذا وتعدل وكله بس انه هذا كله بعد الشراء بدون الشراء ما رح تقدر تعدل اسماء اللاعبين تحت تفضل زي ما هي طيب وعندنا هنا اللي هو ديس بلاي هذا طبعا اللي هو اتوقع عن هذا اللي هو عن هذا برضو فيه اعداد هنا مشغل فخليه تلقائيا مشغل بعد كذا كله معلومات عن التطبيق مطور التطبيق عن التطبيق نعمل دان اخذنا الاعدادات والحاجات اللي نقدر نغيرها بشكل سريع مثل ما قلتلكم اول اعدادين اللي هو حق الناطق حق اللعبة واللي هو الموسيقى تبع اللعبة هذي اول اعدادين وفيه عندك الاعداد اللي محطوط عليه 100 تقدر تغيره الى 500 وفيه عندك اللي هو الاعداد حق السكنت الثواني تقدر تخليه من 5 ثواني الى 10 الى 15 ثانية هذه اهم اربع اعدادات موجودة وكلها ما تحتاج الى الشراء هذه الاعدادات للتعديل بقية الاعدادات لا تحتاج الى الشراء عشان تعدل عليها الان نقول له play game سمعتوا يقول لي عشان تلعب الجيم مع اني اخر مرة لعبت امس مثلا لكن يقول لي اساس تلعب اعمل reset scores هذا اللي انا قلتلكم عليك بشكل نقول له الان zero الان play game يقول لك كم عدد اللاعبين تبغى هنا الان اول ما تجي تضغط على play game سيقول لك كم عدد اللاعبين تبغى تبغى تلعب ضد واحد او ضد اثنين او ضد ثلاثة نقول له ضد واحد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة نقول له ضد يلا نخليها ثلاثة يلا بسم الله الان بدأت اللعبة يقول عشان ترجع للقائمة الرئيسية اسحب بثلاثة اصابع الى الاعلى عشان نجعل قائمة الرئيسية هذا ورق بوب اللي يلعب امامي ودان وماريال هم اللاعبين اللي امامي بوب ودان وماريال وانا الان اربعة يقول لك اللعبة اللي في النص الان ثري رد لو راح علينا الكلام زي كده ونبغى نتأكد وش الورقة اللي ملعوبة في المنتصف ايش اخر كرت تم لعبه ابغى العب لكن من يعاني في اخر كرت المس باسبعين لمسة واحدة فقط ها ثري رد اذا اللعبة الورقة الملعوبة في النص اذا ثري رد الثلاثة الحمراء الان اشوف الورقة اللي عندي بالسحب يمين انه يسار طبعا طبيعي ات غرين ات غرين ات غرين ات غرين ات غرين ات غرين سمعت الجرس يعني أقدر ألعبها الأوراق اللي في مجال أنك تلعبها حيعطيك عليها جرس طبعاً حتكون طريقة اللعب بالنسبة للي يعرفها ما في مشكلة اللي ما يعرفها برضو للتذكير طريقة اللعب إما أنك تلعب نفس اللون أو نفس العدد بلون آخر أو نفس الشكل بلون آخر يعني إما أنك تلعب نفس اللون أي شيء أو تلعب نفس العدد لكن لون آخر أو تلعب نفس الشكل ولون اخر او تلعب الحاجات الاساسية تغيير الالوان والوالد راب فور اسحب اربعة في عندنا مصطلحات لازم نعرفها سواء الان مبدئيا قبل انخش على اللعبة في عندنا حاجة اسمها ريفيرس اللي هو عكس الاتجاه يعني كنت العب انا بعدين بوب بعدين دان بعدين ماريال لا حيصير لما اسوي عكس اتجاه او اي احد فينا يلاعبين يسوي ريفيرس عكس الاتجاه حيصير العكس انا بعدين ماريال بعدين دان بعدين بوب مظبوط في عندنا حاجة اسمها skip اللي هي الايقاف او التجاهل اللي هي stop تقريبا اوكي اللي هي اني اوقف اللاعب اللي بعدي في الدور يعني انا اوقف بوب بعدين يلعب دان وبعدين تلعب ماريال بعدين ارجع اوقف بوب بالسكيب هذا في عندنا مصطلح اخر اللي هو drop two drop two يعني اسحب اثنين و wild drop four اسحب اربعة هذا اساس اللي بعدي اخليه يسحب اما كرتين او اخليه يسحب اربعة كروت drop two وال wild drop four وفي عندنا ال wild card على اسم اللعبة اللي هو تغيير الالوان wild card طيب هنشوف بعدها ما تكلمنا على هالمصطلحات نشوف اللعبة الان تطبيقي two yellow eight green eight green two yellow two yellow ثمانية خضرة واثنين صفرة one red one red واحد احمر نقدر نلعبه one blue ما نقدر نلعبه one ازرق seven red seven red سبعة حمره نقدر نلعبها wild card wild card حك تغيير الالوان هذا wild card اللي على اسم اللعبة نقدر نلعبه seven green seven green سبعة خضرة ما نقدر نلعبها wild card seven red one blue seven red نقول له seven red تدعبه الان بوب يلاعب bob يلاعب بوب غير اللون خلا أصفر bob يلاعب dan play zero yellow zero yellow dan has six cards mariel plays five yellow five yellow dan a mariel mariel has six cards آخر شي لعب آخر شي لعب الخمسة الصفرة عشان نتأكد بنلمس بصبعين آخر كرت اللعب ايش هو five yellow five yellow five yellow seven green wild card one blue one red two yellow two yellow هي اللي نقدر نلعبها you play two yellow الان لعبنا bob plays draw two yellow bob سحب دان bob has five cards dan draws two cards dan draws two cards dan draws two cards dan has eight cards mariel draws a card الان دان صار عنده ثمانية كروت mariel has seven cards اللي امامك كم كرت باقي عنده one blue one red eight green one red one blue الان wild card seven green wild card نقول wild card نلعب تغيير الالوان هكتغير الالوان ونختار لون نختار green مثلا يلا bob plays one green bob لعب واحد bob has four cards dan plays two green dan has seven cards dan has seven cards mariel plays six green dan لعب ستة mariel has six cards وباقي عنده ستة كروت لعب ستة خضراء وباقي عنده ستة كروت one red eight green eight green العب انا eight green يلا you play eight green bob plays three green bob plays three green bob has three cards dan plays wild card color is now yellow لا يا دان dan غير اللون الان dan has six cards mariel draws a card mariel has seven cards that's your card one blue one red one red one red one blue seven green الان ما عندي اللون اللي يبغونه في اللعبة نسمعه الان سوا باسبعين discard pile top card is wild card color is now yellow color is now yellow الان اللون اللي يبغونه نلعبه اللون الاصفر دان غير اللون وخلاه لون الاصفر المس باسبعين عشان اعرف اخر كرت مثل ما قلتلكم طيب الان ابغ اسحب اش اللي اسويه المس بثلاث اصابع لمسة واحدة عشان اسحب من السحب لانه ما عندي اصفر discard pile top card is wild card يلاو اسحب دحين بثلاث اصابع ايت بلو برضو ما اقدر العب بوب تخشف بيها طيب اخر كرت برضو ما اقدر العب اسحب بثلاث اصابع لمسة بثلاثاصابع بسالتواطع من السحب من الورق المس بثلاث اصابع لمسة واحدة اذا بتعرف اخر كرت ألمس بإصبعين لمسة واحدة في نص الشاشة إذا أبغى أعرف إذا أبغى أسحب ألمس بثلاث أصابع لمسة واحدة يعني سحبتين أزرق برضو ما أقدر ألعبه دراب تو بلو دراب تو بلو الآن أقدر ألعبها الآن أنا سحبش بوب ورقتين أسحب ثلاث أزرق لعبت له دراب تو بلو دان لعب أربعة زرقة وماريل لعب سلاثة زرقة باقي أيت بلو عندي سبين غرين وان بلو وان رد طيب نلعب نلعب الثلاث بلو ثمانية زرقة بوب وقف دان الآن سكيب لعب ومارييل ما عنده أزرق الآن وان بلو هذا عنده جرس إذن ألعاب الواحد أزرق بوب ما عنده أزرق سحب صار عنده ثلاثة كروت دان عنده باقي أربعة كروت ومارييل باقي عنده سكة كروت الآن ألعب الواحد ويصير عندي باقي كارت واحد بوب لأقلص حمراء دان لأقلص فائدة دان لأقلص ثلاثة كارت مارييل لأقلص فائدة مارييل لأقلص فائدة لديك أحد كارت سبن جرين سبن جرين أنا باقي عندي السبعة الخضراء هذه ما قدرت ألعبها الآن أسحب ألمس بثلاثة صابع عشان أسحب من السعب لمسة واحدة بثلاثة صابع بواب اهل فائدة يمكنها مارييل لأقلص ثلاثة كارت مارييل لأقلص ثلاثة كروت سابعي الآن إلى أقلص ودان ومارييل لأقلص أربعة كروت أربعة كروت تتي باب What I want ثلاثة كروت لأقلص لأقلصoup نا just 8 رادي ماريال لدي 4 كارد أغلبهم عندهم الزحين بوب عنده 3 كروت ودان وماريال عندهم 4 كروت 3 غلو 7 غرين أنا ما أقدر ألعب ولا واحد من الكارتين لدي لازم أسحب بثلاثة صابع ألمس بثلاثة صابع عشان أسحب 6 غرين بوب برضو ما أقدر ألعب بوب برضو سحب برضو ماريال لدي 5 كارد ماريال لدي 6 رادي ماريال لدي 3 كارد 6 غرين الآن أقدر ألعب الستة الخضراء لأنه آخر شيء يلعب هو الستة الحمرة إذن نلعب قلنا لكم نفس اللون أو نفس العدد بلون آخر أو نفس الشكل بلون آخر والجرس هذا هو اللي حيساعدك ويعلمك وش الأوراق لك اللي مسموح لك أنك تلعبها 3 غلو 7 غرين 3 غلو 6 غرين لدي 6 غرين بوب لعب 7 غرين بوب لدي 3 كارد بوب لعب 7 غرين ريفيرس غرين اللي وعكس الاتجاه أخضر رجع للدور أنا مرة ثانية ألعب 7 غرين ألعب 7 غرين ماريال لدي 5 غرين ماريال لدي 2 كارد دان يطلق 1 كارد دان لدي 6 كارد بوب لعب 0 غرين بوب لدي 2 كارد أنا ما عندي أسحب باقي عندي كارد واحد 3 غرين هذا هو اللي نقصده هناك في الإعدادات ينتظر 15 ثانية ينتظر 15 ثانية ينتظر 3 غرين ماريال لدي 9 غرين يروح عليك الدور دان لدي 4 غرين دان لدي 5 كارد بوب لدي 3 كارد بوب لدي 3 كارد 3 غرين 3 غرين لا أستطيع العبها يجب أن أسحب 6 غرين ماريال لدي 2 كارد دان يطلق 2 كارد دان لدي 7 كارد الآن بوب لدي 75 كارد دان لدي 122 كارد ماريال لدي 206 كارد لدي 206 كارد ماريال هي اللي بازت الآن ماريال هي اللي فازت الآن ب 206 نقطة ماريال هي اللي فازت الآن ب 206 نقطة اوكي انا عشان كده اقول لكم نزيد عدد التاركت سكورن برضو هناك في العدادات لو نخليه لل500 أفضل من المية عشان نعرف الفوز من 500 أفضل يعني اقدر الآن ألعب برضو اكمل اللعب اروح للراون 2 عشان اكمل اللعب نشوف من اللي يوصل فينا اول واحد لل500 الآن ماريال هي اللي فازت والحين يقول لي اما انك تسحب ثلاثة صابع ترجل الأقام الرئيسية على فوق تسحب ثلاثة صابع على فوق او انك تسحب بإصبع واحد على فوق عشان تروح للراون 2 نسحب بإصبع واحد ماريال 2 ماريال 2 انا على أساس انه أبغاكم تتعلمون معي الأشكال اذا تتنوعت الأشكال أفضل الآن بدأ يوزع الورق خلينا نشوف الورق اللي عندي يش عندي الوايلد كارد هذا تغيير الألوان عندي سكيب يلو اللي هو إيقاف أصفر أو تجاهل أصفر عشان أتجاهل اللاعب اللي بعدي عندي وايلد دراب 4 اسحب أربع وعندي 8 يلو 8 يلو 8 يلو 8 صفر 2 بلو 8 يلو 8 يلو 8 يلو وريفيرس جرين اللي هو عكس الاتجاه أخضر مثل ما قلت لكم المصطلحات هذي نحاول نحفظها سوا وسهلا إن شاء الله هي كلها خمس مصطلحات لو حفظناها اللعبة هتسير سهلة جدا الأولوان والآدات طبعا الجميع أن نتوقع أنه يعرفها يعني الألوان سهلة ومعروفة البلو والجرين واليالو والرد الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأشكال اللي هي الريفيرس عكس الاتجاه الاسكيب اللي هو الإيقاف أو التجاهل اللي هو نفس ستوب تقريبا وعندنا اللي هو الدراب 2 اسحب 2 والوايلد دراب 4 اسحب 4 والوايلد كارد تغيير الألوان اللي على اسم اللعبة كيف تغيير اللون طيب الآن 8 يالو 2 بلو 8 يالو الوايلد دراب 4 بمن لعبة سكيب يالو بالنحظ.. اننا أتوقع بوب هل هناك أعدل أم هي السكيب يالو ام هي احضر دان مساحة ستوب تلك بوب ت�동ت تبون hacer بوب تلك لدي 5 تلك ماريال أعرف 6 تلك ماريال ماريال لدي 6 تلك أم هي بصداد دان ت velvet الان عندي انا الدور الان عندي انا الدور ريفرس غرين نعكس الاتجاه يصير بوب بعدي خلي بوب او لبا بوب لحين لعب واحد احمر دان يغير اللون خلاه واحد احمر ماريال احمر في لعبة 2 الولين احمر جميل البوب لحين تغير اللون بوب تغير لعبة ماريال يغير 6 الولين ماريال يجب فرائد كل واحد فيهم باقي عنده اربع كروت مثل ما احنا سامعين طيب إذن هذا كل اللي أقدر أشلعكم إيان اللعبة في عندي شوفوا الآن Wild Drop 4 أقدر ألعبها أي ورقة طبعاً تقدر تلعبها هيكون عندها جرس بعدها بالضبط شوفوا Wild Drop 4 يطلع صوت الجرس هذا اللي يساعدك ولي معرفة الأوراق المسموح لك أنك تلعبها سواء بنفس العدد أو بنفس اللون أو بنفس الشكل إذن مثل ما قلت لكم أهم شيء نحفظ المصطلحات ونحفظ الأوامر للتكرار يعني برضو أفضل نكرر شوية بس أول حاجة الأوامر عندنا نسحب بثلاثة أصابع فوق إيش نسوي؟ نرجع للقائمة الرئيسية نسحب بصبع واحد فوق على أساس أن نبدأ اللعبة دايماً إذا انتهت أي لعبة نبدأ اللعبة من جديد نسحب بصبع واحد للأعلى نسحب بصبعين للأسفل على أساس أن نرتب الأوراق بس مع أنه أمر ما هو ذاك الأهمية طيب عندنا نلمس بصبعين في منتصف الشاشة لمسة واحدة عساس نعرف آخر كرت اللعب إش كان ونلمس بثلاث أصابع على أساس نسحب إذا كان ما عندنا كرت نلعب وخلاص اللي موجود على الأرض ما نقدر نلعب عليه من الكروتي اللي معانا فنضطر أن نسحب من السحب حنسحب بإيش؟ بلمسة بثلاث أصابع لمسة بصبعين عشان نعرف آخر كرت اللعب ولمسة بثلاث أصابع على أساس نسحب من السحب طيب أتمنى أن تكون الأوامر واضحة والمصطلحات اللي احنا قلناها أتمنى أن تكون واضحة الـ Reverse العكسي الاتجاه والـ Skip للإيقاف أو التجاهل والـ Drop 2 اسحب 2 والـ Wild Drop 4 اسحب 4 والـ Wild Card على اسم اللعبة اللي هو تغيير الألوان بإذن الله إذا حفظنا هالخمس مصطلحات وعرفنا الأوامر أهم الأوامر الأربع الأوامر الموجودة وأهم أمرين بالذات اللي هي أبغى أعرف آخر كرت ألمس بإصبعين لمسة واحدة وأبغى أسحب من اللي على الأرض ألمس ثلاث أصابع لمسة واحدة بعد هالأوامر وبعد هالمصطلحات أتوقع بإذن الله أن اللعبة سهلة وواضحة وأتمنى أني قدرت أوصل لكم فكرة اللعبة للمبتدئين أو الحديثين عن اللعبة وأتمنى أني قدرت أستردها بشكل كويس وكان معكم في هذا الاستعراض وفي هذا الشرح أحبكم ماجد السبيعي إلى اللقاء في شرحات أخرى بإذن الله أحيطان